نعود إلى المغرب حيث تتواصل بمدينة طنجة فعاليات المهرجان الدولي للمسرح الجامعي الذي يستمر حتى الثلاثين من شهر أكتوبر الجاري ويهتف هذا المهرجان في دورته الرابحة عشر إلى إعادة الإشعاع المسرحية لجهة طنجة طوان الحسيمة وتمكين ساكنتها من الاستمتاع بالعروض المسرحية والدورات التكوينية والندوات الفكرية من خلال عروض متميزة لعدد من الفرق الجامعية المغربية والدولية كما تشكل هذه الفعاليات الثقافية مناسبة لتكريم العديد من الوجوه المسرحية الرائدة التي ميزت ساحة المسرحية الوطنية والدولية هذا اللقاء الذي تعتبر واحد المناسبة الذي يكون فيها تلاقح الأفكار ما بين طلبة تشبعه بالأراء وبالقناعات ذي التسامح وذي القبول الآخر وذي القبول الاختلاف وذي القبول الرأي الآخر هذه المناسبة التي نجتهد في جامعة عبد الملك السعدي باش نرسخوا هذه الأفكار عن طلبة دينا باش نكونوا واحد الجيل اللي هو جيل قادر باش يتحمل المسؤولية جيل اللي يعولوا عليه المستقبلين إن شاء الله نحاول من خلال هذه الدورة أن نعيد نفس جديد للمسرح داخل مدينة طنجة وأيضا داخل الفضاءات الجامعية خاصة أن الجامعة المغربية مقبلة على إصلاحات بداغوجية ترتبط بتطبيق وأجراءات القانون الإطار رقم 1751 والذي يعطي مكان أساسي للفنون وللمهارات الحياتية في المسارات الدراسية والبداغوجية داخل الجامعة ترجمة نانسي قنقر